خلي بالكو انا بستغبى شوية او بشد شوية اهو ان شاء الله يجي بالنتيجة بازن الله يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة صرشاجي زيكم عاملين اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة لسه حاطت كريم هقول لكم ده اه في البداية كده انا كنت بتفرج كده على واحد يوتيوبر زمان كان بيتكلم عن انضافة الشخصية والعناية بالبشرة والعناية يعني بيك انت نفسية في مصطلح كده عند الرجالة او عند المصريين ان انت راجل يا ابني كلمة انت راجل دي بقى عادي بقى حتت بقى الرجولة دي ان هي الكلمة دي اثرت فيك لما بتكبر بمعنى ان انت تخيل كده تخيل ان انت كنت على طول ماشي يا عم انا كده كده راجل لا اسناني بتوجعني عادي اسيبها توقع خالص اسناني تصفر عادي مفيش مشكلة احنا كده كده رجالة اه اسناني تساوس كده كده برضو احنا رجالة اللي هو عادي يعني يعني مثلا تيجي تقول له اخسل سنانك الصبح يا عم عادي مش بفكر رامل حاجة زي كده طب بيخسل شعرك مثلا لحاجة وانت نازل لا عادي كده كده ما احنا اقوى دين مصطلح او كنسبت احنا رجال كان زمان حتة النظافة الشخصية او اللي هو العناية بالبشرة والكلام ده كله كانت الموضوع كان قليل اما دلوقتي الموضوع الانترنت والانفتاح الرهيب بتاع اليوتيوب والسوشال ميديا والناس كل شوية بتعمل القنوات الجديدة فبقيت معلومات جديدة بتعزم فكنت بالصدفة اه يعني كنت بتفرج على فيديو من حوالي اسبوعين ثلاثة فلدكتور طبعا محمد هاني الناظر دكتور الجلدية المشهور جدا ودكتور والي التوفيق ده برضو انا بيتابع على تيك توك رجل يعني يتيقل جدا دكتور قوي جدا بيكلم عن العناب البشرة وازاي مسلا دكتور جلدية اللي هو بتكلم عن العناب البشرة زي بقى فيه روتين يومي انك تمشي به انك تغسل به وشك تنظف به بشيرتك وحكذا علشان ما يحصل لك مشاكل فكدت الكلام ده كان عادي يعني كنت الفيديوهات دي بالنسبالي كنت تفرج عليها عادي لحد من حوالي انا يعني انا بقول لك الفيديو ده كنت تفرج عليها من اسبوعين بس انا قبل كده انا اقول لك بس اماбل كده الى حصل قبل كده كنت بتابع يعني الفيديوهات دي وكل حاجة بس كنت مبادهاش إن شاء لحد ما ظهرت ان انا جاءت عليها فترة كنت ممشي في الشمس كتير قوي لحد ما ظهرت ان المسام ووشي بقى فيه مسام ومتخرم عبارة عن زي اخرام كبيرة قوي كده فاشي فلقيت الموضوع شكله مش حلو يعني شكله مش حلو يعني الاخرام كبيرة وكل شوية تلاقي لي حبوب وكان شكل كان صعب وكانت مرخيل كلها عبارة عن رؤوسه ده كده فقلت يعني عايز بقى حل الموضوع �ода فكان الحل كله كنت عملت حاجة اسمها تأشير كيميائي روحت فعلا عملت حاجة اسمها تأشير كيميائي اللي هوlane ومجابش معاي نتيجة وش كله سود أعدت يومين ثلاثة وش كله مسود ومجابش معاي انا النتيجة انا بكلم علي انا بس كان تأشير كيميائي كان نسبت 10 في المية يعني كانت نسبة تأشير كيميائي يمكنقوا صلصيل اقتاصد حياني كانوا شغيل به كان 10 فكان انو انا عرفته كان ضعيف كان مفودي بحاجة اربعين او خمسين في المائة. بعد كده اه باجى ادور برضه عن موضوع لقيت فيه موضوع اسم فراكشنال ليزر. التأشير الكيميائي دي كانت جلسة بتاعته او الجلستين كانوا عاملين عرض عليه كانوا بربمائة جنيه. الفراكشنال ليزر كانت الجلسة الواحدة بثمانمائة جنيه. تخيله جلسة واحدة جلسة بثمانمائة جنيه. وكانت المفروض بتقول اللي تعالى كل جلستين يعني يعني هناخد حوالي ثلاث جلسات في الشهر. يعني كل شهر قصدي كل شهر جلسة. فكاية تماممائة جنيه رقم برضو مش قليل. فعتى تابع فيديوهات فيديوهات لحد ما ظهرت حاجة قدامي اسمها الدرما رولر او الدرما بين حاجة زي كده. بس الدرما بين ده يعني ملوش 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 استخدامات في حياتنا اليومية. ده بيستخدمه عند دكاترة عشان بيشتغل بالكهرباء وكده. اما الدرما الرولر اللي هو بيبقى عبارة عن رول في زي دبابيس كده بتشكشك ووشك. قبل ما اتكلم على الدرما الرولر واببا اقول لك على قصتي فيها اه اه اتمنى بس حضرتك يعني انا فهمك بس كل حاجة اه اه وانا معليش هنقاسب لو انا بتكلم به هرجالة شوية معليش هنقاسب سامحني. اولا يعني ايه كولاجين ده ده المسؤول عن تربط الانسجة. ويعني اللي هو بوشك يبقى مظبوط ووشك ومشدود. مفيش تجاعيد مفيش مسامات واسعة مفيش حاجة زيادة فيش اي حاجة. ده لحد سن خمسة وعشرين سنة بيتفرز بطويق يعني بيتفرز بكترة وكل حاجة. بعد سن خمسة وعشرين سنة بيبتلي تقل تدريجيا لحد طبعا ما بتكبر ما انت بش تلدل طول عمرك حياتك بتتفرز فيها كولاجين. فاللي بيحصل لما انت بعد خمسة وعشرين سنة بيحصل فيه بيحصل حاجة سمها تجعيد او الكلاجين لما بيقل بيقل الترابط الانسجة ببعض فبيحصل التجعيد فبيحصل المسام الوسعة في حاجات كتير قوي في بشرتك. هو ده الكولاجين. الكلاجين ده فيه مصادر منه طبيعية اللي هو لسه قريبها من شوية. طماطم. والطوت البرى و starving والاطعمة اللي فيها فيتامين الف والاطعمة اللي فيها فيتامين جيم. وفيه طبعا المصادر الخارجية اللي هي زي المصادر الطبية اللي هي المستحضرات التجميل والحقن اللي هو بتاع اللي انت بتحقن وشك اللي هو بيبقى يعني آآ يعني حقن طبي بس طبعا ده ما بيحتاجش تخدير ولا ايه حاجة ده بتبقى ابرة وبتقطت يعني تتحقن في الوش انا ما اعرفش الموضوع ده قوي بس بتحقن في الوش وكذا علشان تزبط وشك واللي هي تديله الكولوجين الطبيعي بتاعه هنا انا جاي اقول ايه هنا انا جاي ان انا جربت للمدة اسبوع قبل كده وحاسس يعني لسه شغال فيها والموضوع ان انا حاسس ان هو هيعمل نتيجة بازن الله لان ما فيش حاجة بتتعمل من يوم وليلة بتبقى بتاخد وقته على القل بس انا بحاول انا اقول لكم ايه اللي بيحصل معي بص انا الدرما رولر اللي انا جبتها جبتها ما كانتش غالية ولا حاجة كانت اسمها اللي هي دي اللي هي الجملة دي اللي هي زي جي تي اس دي اه انا بسمع الدرما رولر في حدود الماتين وخمسين جنيه وتلتمين جنيه ارقام كده و مية وتمانين جنيه وكده انا دي جايبها بستين جنيه دي انا جايبها بستين جنيه من الموسكي في العazar باء من الموسكي في العراب في الممرات اللي هي اه عند الموسك ده ممرات اللي هي بتاعت الميكب والااا والكريمات والكلام ده دي توقع جملة اساسا يعني الناس دي اساسا بتبقى تجار جملة بس فقط حطة قطاعي ان ها الناس مثلا لو فيه جمهور عايز اجيش تري من هم мож year to do that deal withがとう хватed انا جبتها حتى العلبة بتاعتها اهي العلبة بتاعتها ودي العلبة بتاعتها اللي هي بتاعت يعني اللي بتشير فيها الرولر دي انا جبتها مقاس اه واحد واحد ميلي اه دي انا جبتها مقاس واحد ميلي الاستخدامات اللي هي البسيطة الاستخدامات البسيطة بتاعت حضرتك اللي هي مثلا زي اه تجعيد خفيفة عندك اثار حب شباب انا عندي اثار اللي هي حبوب المسام الوسعة وحب شباب عندي مش كتير بس برضو بيضايقني. فانا قال لك من موضوع من ربع ميلي او نص ميلي لحد واحد ميلي. فانا جبت له واحد ميلي. فدي انا جبت له واحد ميلي. اه وقال لك طبعا يعني ودي طبعا انا مش دكتور بس حتت ان انا باخد الكلام ده من الدكاترة. اه لو حد عنده او حاجة بيستخدم واحد ونص الاتنين ميلي. علشان الموضوع بيبقى واسع شوية. اه ايه فايدة الدرما رولر? الدرما رولر فايدتها ان انت بتعمل اه اشارات للمخ ان انت لما بتمشي بالشكشكة بتاعتها. اللي هي بتبقى الدابابيس بتاعتها بتمشي بها على وشك? او على على يعني على جبهتك او على وشك? بتدي اشارات للمخ ان الجسم ده حصل فيه اصابات. بس مش اصابات اللي هي البالغة بتبقى اصابات لا بتبقى الواحد ميلي بتبقى تخريم كده بسيط جدا. بيبقى اللي هو علشان تباين للجسم ان فيه حصل هنا زي تعويرة او حصل هنا جروح فلازم تروح تلتقم الجروح يعني يعني انت تعالج جروح كون ان تنتج كولوجينج هذا لكي تعمل نظرة بالبشرى نحن كرجاء بصراحة ان نظرة ليست ضغط دماغي انا اشغل دماغي للأساسية بالنسبة لي ايه دماغي ان اقلل بها المسام الوستع وان اقل لي وجهي مضبوطة لحد ما انا كانت مدايق للمسام الوستع ومدايقني اثار حابة الشباب الذي كنت انا من الناس على حباتي وطلعها لحد ما بتجيب دم خالص فكانت في بعض الحبيات او الحبوب بتروح وفي بعض الحبوب بتفضل مكانها وبتسيب اسوار مكان. فهو من نظارة والأحمرار والكلام البناتي ده لا لا ولا اي حاجة. آآ وبنات طبعا بتعمل نظارة. انا معرفش يعني اي نظارة يعني مش عارف يعني اي كونست Ayaki. بس ft. اللي هي تعمل نظارة والأحمرار اللى وشي والكلام ده. انا مش مش داخل دماغي. مش شاغل. مش شاغل دماغي ده. هشاغل دماغي الموضوع اللي هي هتفيدني انا. اه ديرما رولر دي اه نتكلم بقى عليها بقى. دي عبارة عن اه ديرما اللي انا علفته ديرما يعني يعني جلد ورولر يعني رول يعني اللي هي حاجات بتضواره كده بتلف. اه اه دي اه بتدوس عليها كده اهي دي عبارة اهي اهي انا جايفها لكم اهي سويا انا نشيل وشي بس عشان هي بتعمل فوكس على وشي اهي. دي عبارة عن ديرم الرولر اهي بتبقى فيها سنون وبتبقى يعني فيها سنون وكده اهي تمام دي اه دي انت بتجيبها انا جبتها مقاس بقى عايز تجيبها لقى مقاس او عايز اتجيبيها مقاس اه نص او 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 تلت اربع او واحد ملي مش تفرق اه بدم استخدامات اليومية ما ما عنديش مشكلة هي الفكرة كلها ان انا عرفته ان انت بتجيبها تقعد تعمل بيها وشك كل وكده ويعني انت تطلع وتيجي مين وشمال وتيجي في كده لحتة بحيس ان انت تتخرم وشك تخريمات كتيرة علشان وشك او علشان المخ تبعط له اشارات ان فيه هنا اماكن فيها يعني فيها تعوير او فيها جروح فانت لازم تيجي تنتجي الكولوجين عشان الجلد يمسك في بعضه فدي تبقى حاجة كويسة ودي حاجة يعني بتزبط وشك وان انت بتزبط المسامل وسانين يا جماعة والها لكم الاول وجديد انا مش دكتور وكمان لو انت لسه عندك ان انت ابقى ماشي راجل عادي ووشك محفر عادي مفيش اهتمام بنفسك عادي كل ده عادي ما تكملش في فيديو ده وخلاص لو حضرتك يعني عايز تعمل حاجة انا انا مكنتش مهتم بجسمي زمان وشكل زمان فكان دلوقتي لما انا تحسنت وبقت اعملت سناني وزبطت سناني وسنان تزبطت فقلت ما زبط وشي هي دي الفكرة ان انت يعني بتزبط شكلك عشان عموما في شكلك في حياتك في حياتك قدام اهلك في حياتك في شغلك ما انت كل ما تبقى الدنيا مظبوطة معاك كل ما شغل كل ما حيب اتكلم فيه. اه بس كده انا قبل ما استخدمها بحط كريم اسمه بريدو كيين اهو. اهو. اه اعتقد اسمه اهو. اهو. بريدو كيين. بريدو كيين اهو. وبريدو كيين اهو اهعمل لكم يمين وشمال وفوق وطحت اهو. انا ما عرفش انا مش عارفها قوي بصراحة معلش سامحوني. اه بريدو كيين ده بيبقى كريم مخدر. ده بتدهنه على وشك كله. لازم بتدينه على وشك بتدينه على وشك بكاترة. لو انت على المكان اللي انت عايز تعمل فيه. لو انت عندك مثلا حبوب شباب جروح بسيطة عايز تزبطها. لان فعلا فعلا. الدرما رولر فعلا بتوجع. انا جربتها على وشي قبل ما يعني قبل ما يعني قبل ما اجربها. قبل ما احط قصدي بريدو كيين اللي هو الكريم المخدر ده. فعليا بتوجع. فعليا بتلاسوع مش بتوجع. يعني بيبوش انا اقولك. انها فعلا فعلا بتوجع جامد. فلازم تستخدم معا كريم اه اللي هو البريدو كين ده اللي هو كريم او املة املة ده برضو بيبقى كريم برضو اللي هو لالتغدير لالتغدير الموضعي علشان لما تيجي تمشي بالديرما رولر عليها تبقى الدنيا اه يعني ما تحسش بالنغزة بتاعت الابر. اه طب ايه اللي تقدر تعمله بعد لما تخلص الديرما رولر اه انا بسيب الكريم انا بسيب الكريم شوية على وشي اللي مدة مثلا نصف ساعة ساعة لمدة ساعة مسلا وبعد كده بعمل الديرما رولر كده وكده وكده على وش كله وبعد ما بخلص خالص اه بروح حاطت اللي هو انا جبت معي اه اه اسمها ايه تابلتس اولية راس فيتامين اي فيتامين اي جبتها اه من الصيدلية بحوالي خمستاشر جنيه او تمنتاشر جنيه اه بتبقى تابلتس كتيرا كده اه دي بعد ما بعد ما بعملها بيبقى وشك كله مفتحة فانت حاول انك تحط حاجة زي مضاد دحاوي اه فيوسيدين او تحط اللي هو اللي هو بتاع فيتامين اي علشان يعني علشان بيبقى وشك مفتح جامد فانت لازم تغذيب اي حاجة اه بتعملها كل قد اي انا بعملها كل اسبوع اه يعني الفترة طبعا اه الديرما رولر دي بستخدمها لمدة قد اي اه لمدة ست سبع مرات بكتير قبل يعني بعد سبع مرات بعد سبع شهر او بعد سبع اسبوع اروح احرميها خلص عشان هتتلم وهتعمل مشاكل كتير واللي هي كمان يعني هتتلم يعني بمعنى اصح هتتلم طب ايه اللي يحصل بعد مخلص الديرما رولر اه اول ما بتخلصها اه تروح غسلها على طول تحت المية علشان بيبقى فيه دم مكان مكان التخريم فالدم ده بيبقى ممكن يتجلط عليها يعني بتبقى ملوسة اكتر فانت اول ما تخلصها اخسلها على طول وورش عليها زي كحول ويقفلها بالكفر بتاعها بخطها في العلبة بتاعة ده يعتبر اه يعتبر كل حاجة اه بس كده يعتبر كل حاجة تخص الديرما رولر انا بصراحة انا يعني اللي شجعني بصراحة اللي انا مكنش عايز ادفع فلوس فيها انا كنت عايز اجربها الاول فانحاس ان شاء الله تبقى ليها فوائد كتيرة اه انا دلوقتي يعني ممكن ان شاء الله اجربها قصادكو انا لسه حاطت كريم بريدو كايين بايلي من من الساعة اتناشر وعشرة الساعة دلوقتي اه ساعة دي احداشر وعشرة يعني الساعة دلوقتي اتناشر روز ببقى لنص ساعة اعيب تمسكوا البتاع دي كده انا كي كي كنت معكمها قبل مفتاحها اهي وتيجو اه كده مش حاس بيحي بص بقى كده فعليه مش حاس بقى اي حاجة فيها خلي بالكو انا بستغبى شوية او بشد شوية فعليا لو انت مش حاطت بريدو كايين ده هتموت مش هتقدر تستحملها انت مش هتكمل اساسا لان فعلا الكريم بيزبط كتير انا انا حاسس بالنغز عشان انا محطتش الكريم على دقني فلما بانزل شوية لدقني بحس بالنغز فعلا فيعني انا بقولها لك يعني او بقولها لك معلومة حط بريدو كايين كتير لان الموضوع هيتهي بجامد اهو انا بقرس جامد اوي بصوا بتاع جي فيها دم شوية يعني اللي هو بصوا دم اهو من الجنب اهو اهو اه دم كتير انا ارزت جامد اوي اهو اعنش حسنا ببص في مرايا ورايا هي عشان كاميرا معقولها يا نهرب يا انا انا ارزت جامد اوي اهو اهو انا اهو اهو اعني انا او اهو او اهو 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 انا اهو انا اينا manipل hot او اهو اهو ارا الني بحرك انتقل المروض بفعل بصراحة انا شفت فيديو لدكتور محمد هاني ناظر اه كان بيقرس جامد فانا يعني يعني انا يعني انا بموت جايفينو شامنزه بصو? بصو نحن رجل؟ بصو نحن رجل؟ بصو شامنزه؟ مراخيلي مش قادر ألمسها مع عيني حاطت كتير قوي عليه اهو بس الشامل ازاي بس اهو بس الشامل ازاي ان شاء الله ان شاء الله يجيب نتيجة بإذن الله يا رب اهو اهو انا انا هاضطر بس يا جماعة هوقف بس اللحظة اروح اخسر البتاع دي واجب لكم اللي هو اللي هو الفيتامين اي سواني عشان ما كنتش جايبه سواني بعزنكم هوقف اللحظة بس كده اهو معي الفيتامين اي فيتامين اي اهو اه اه فيتامين اي دي انا جبتها من السادلية اه دي اه رخيصة مش غالية جدا يعني مش غالية خالية 18 جنيه اهي اهو اروح فاتح اللي هو الكابسولة دي اهي فتحتها واروح رششها على واشي اهو 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 دي بيبقى اه لسه الوش مت اه معمول يعني لسه القنوات مفتوحة فبيبقى سهل جدا ان هو يتشرب اي حاجة تتعمل فبتبقى سهل اهي 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 اهو هفتح واحدة جديدة اهي اهي اروح فتحها اهو بيبقى الده بيبقى عبارة عن زي زيت كده اهو حاجة اي بص اهو اهو زي سيرو مكاببة تقيل شوية اهو اهو انا انا بعمل كده بشيل اه بحط قصدي الفيتامين اي على وشي بيتامين اي ده بيبقى كويس للوش اشايفين وشي عامل ازاي وشي مورم مش معمول اجيب اخر واحدة اجيب عشان الحتة اللي فوق دي اها دي نعملها بس كده اهو وبكده نكون عملنا البتاعنا كلها اهي بس كده اهو اهو افتحوا هذا كبين بقى دي لشوية هنا وشوية هنا اهو وشوية هنا بس كده اهو اهو بس كده اهو بس كده اهو كده تمام جدا وكده انا خدستها. بس بقى بتوقع الحمرار ده مثلا النهار ده يوم كله كده مثلا وبكرة تكون هدية. كده تمام قوي. بس كده. بس سيبها بقى شوية لحد ما تنشف خالص. وبعد كده بخسلها بقى بالماء عادي وبعد كده بس سيبها النهار ده. بس كده. اه اتمنى طبعا اتمنى. اه لو في اي تساؤلات اسألني بخصوص الاسعار بخصوص اي حاجة. اه لو حضرتك اه اعجبك الفيديو. اتمنى تعمل لايك. اه وتشترك معي في القناة. لو ما عجبكش يعني اكتب لي فس في كومين تقول لي ما عجبش ما عجبنيش لي. اه بس والله انا بطلع بتتكلم يعني براحتي مع الناس. انا انا عارف الناس بتبقى بتحب تتكلم. لا يحبش التزويق والكلام اللي بسرعة. انا حتى كل كل الفيديو بتاعي كلام على طول. يعني مفيش تقطيع ما بينهم. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم. وشكرا جدا ليكم. وما تنساش طبع ان تعمل لايك وتشترك معي في القناة. اه فعي جديد. شكرا جدا ليكم. وكان معكم محمد حسيني من قناة سرشاجي. والسلام عليكم. ورحمة الله اشتركوا في القناة